ومن الأخبار اللي حصلت مبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله النهاردة في معرض الكتاب هيكون في عدد كبير جدا من الفعاليات المهمة منها لقاء فكري مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجمعة الدول العربية وهيكون الساعة 6 بالليل في قاعة ضيف الشرف وهيتم تنظيم ندوة بعنوان الأزمات العالمية الكبرى وتداعيتها على النساء والفتيات في الدول العربية ودي هتكون الساعة 12 الظهر كمان هيتم مناشية كتاب العلاقات الثقافية والترجمة المشتركة بين اليونان ومصر هتكون الساعة 2 ظهرا نهاردة تنطلق فعالية مشروع الجينم المرجعي للمصريين القدماء وقدماء المصريين بمعرض أكسبو دبي 2020 واللي بتنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشراكة مع مركز الشيخ زايد لأبحاث الجينم زي ما قلت لحضراتكم أني لسه احتفالات تعيد الشرطة مستمرة معانا لحد آخر شهر يناير ويمكن نهاردة هو آخر يوم في شهر لكن دايما في تحية إجلال وتقدير مستمرة طوال العام لأفراد الشرطة ودباط الشرطة المصرية نتيجة تضحياتهم والجيش المصري أيضا كمان عشان كده النهاردة محافظة القاهرة هتنظم ندوة ندوة دي هي ندوة تثقيفية بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الشرطة تحت عنوان عيد الشرطة السبعين عطاء تضحية وفاء بالعهد وهيشارك في الندوة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية